اشتركوا في القناة من ضرب الجزاء ليعتلي صدارة هداف الدور برصيد ستة اهداف بالتساوي مع مروان حمدي مهاجم سموحة ولكن طلاع الجيش ادرك التعادل عن طريق لعبه احمد سمير في الديا واحد وسبعين وشهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة على رأسها تسديدة الناجير فيكتور مهاجم الطلاع والغاني بنجامين بوتنج نجم الاتحاد في القائم ولم يفز الاتحاد السكندري في اخر سلاسة لقاءات بالدور بعدما تتعادله مع الشرقية للدخان وخسارته امام امبي بهدف دون رد ورفع الاتحاد السكندري بقيادة مدربه عسام حسن رصيده الى 14 نقطة في المركز التاسع وارتفع رصيد طلاع الجيش مع طارق العشري الى 10 نقاط في المركز الرابع عشر وبهذا وصل فريق الاتحاد السكندري نتائجه السلبية في بطولة الدور الممتاز وفقد الاتحاد فرصة الحصول على سلاسة نقاط غالية كانت ستقربه من المربع الزهري ترجمة نانسي قنقر